حادث مروى وكوارث مؤلمة هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معاه قال وهيب بن الورد لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه فإن أحدكم قد يصلي وهو يعص الله في صلاته وقد يصوم وهو يعص الله في صيامه ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد وإبراز مجهوداتهم والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين